السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكوا حبابة يبقى لبعملين ايه اهلا بيكم في فيديو جديد من يوميات سعد وراني النهاردة برضو الفيديو معانا سهل وبسيط ومش مكلف وحاجات كده تنفعنا في الصحور في رمضان عملنا النهاردة المربة الجميلة المركزة دي مع بعض مربة جميلة جدا وما فيهاش اي حاجة او اي نوع من المواد الحافظة غير انها بس يعني معمولة بس ايه بحاجتين اتنين او تلاتة 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 حاجات بس بالعدد تمام ايه هنشوف في الفيديو احنا استعملنا ايه بس اضحك وبس قلت لسعد يا سعد روح جيب لي عشتست عشان خاطر افرده على المربة راح جاب لي الاراشيلا اللي انتوا شايفينها دي بس قبل ما يحمصوها في الفرن قلت له ما يضرش وعملناها وكان طعمها جميل جدا 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 معانا الفراولة النهاردة دي تنفع معانا في السحور على بقى حتة بقى ايه قشطة كده بتبقى جميلة جدا جدا وبقى طعمها جميل والحاجة في البيت احنا متفاكين ان هي نظافة وجودة وخير وبرطمنا المربة دلوقتي عدة عدة بجد اذا كانت توست الكيسة توست بقى ب33 جنيه فيه كم توستاية ستة توستاهات سبعة كتير قوي حرام مالها الاراشيلا بقى سعد جدع شاطر ايه كترية وطعمها جميل وكانت لسه طالعة من الفرن السخنة حطتها على المربة معاكم ودقتها كانت طعمها حلوة قوي المربة النهاردة مش مكلفة خالص متكلفتش قالت السكر عندي في البيت ومعايا اتنين كيلو بس فراولة كيلو الفراولة كان بخمستاشر جنيه الفراولة الحلوة رحت جبت اتنين كيلو فراولة هتشوفوها دلوقتي كانت جميلة وصبحة ومسكرة لان ده قوانها على فكر معانا ايه اتنين كيلو من الفراولة بصوا جميلة وبتلمع ازاي طبعا مخصولة ومتصفية وتمام التمام هنمسك هنشيل العنائد الخضرة بتاعتها ونقطعها قطع صغيرة ونحطها في الحلة تمام هنجيب على الحلة دي معانا اتنين لكل كيلو فراولة كباية سكر انا حطيت كبايتين حبة انت تسكري الدنيا شوية حبة حبة تقليلي حبة السكر ده بتاعك انت بس بجد كبايتين السكر على الاتنين كيلو فراولة كان ميزان مظبوط يعني كانت كويسة جدا قلبت انا كده كبايتين السكر على الاتنين كيلو فراولة وهاركنها بقى شوية وعبل ما تنزل ميتها وتنزل كل السوائل اللي فيها والسكر يدوب شوية اغطيها براب ستريتش كده بعد ما قلبتها كويس قوي وهاركنها ايه شوية على جنب بتاع ساعة كده خلص صغلي خلص اي حاجة ورايا خلص مذاكرة مع الولاد وارجع ايه ارجع لها ايه تاني تمام زي ما انت شايفين كده انا حابة اقطعها قطع صغنانة كده لان انا مش ههرسها مش عايزا تتهارس انت لو حبها نعمة ممكن تبقي تعمليها بالهند بلندر ما فيش اي مشكلة او بالشوكة كده لكن انا حبها بالقطع الولاد بيحبوها بالقطع كده طعمها بيبقى كلها خير وتبقى حلوة اوي انا هسيبها دلوقتي ساعة قبل ما تنزل المية بتاعتها والسكر ده يدوب خالص وبعد كده هنعمل ايه بعد كده هنطلع على البوتوغاز تمام خلاص كده انا بوريكم ان هي نزلت المية بتاعتها نزلت شوية سويل حلوة اوي والسكر بدأ يدوب بصوا اهي وده المطلوب هرفعها بقى على النار خلاص النار وسط مش عالية اوي ولا وطية اوي اول ما تغلي بس قبل اي حاجة انا بحب فيها نكهة القرنفل النكهة بتاعت القرنفل بتبقى حلوة اوي اوي فيها اه ماما الله يرحمها كنت تعمل مربة جزر مربة تين مربة قرنفل مربة اه في مربة قرنفل بتبقى جميلة برضو مربة تين مربة جزر مربة فراولة الانواع المعتدى اللي احنا واخدين عليها انا كده جبت ايه سبع حبات من القرنفل او المصمار زي ما بيقولوا في الدول التانية حطتهم في شاشة كده وربطها كويس اوي تمام لانا مش عايزة القرنفل يطوف في قلبي ايه يجيب بقى حد كده يدايق لا ونزلتها فين نزلتها في الفراول بعد كده هقوم طلع بالحلة الجميلة بتاعت دي على النار ارفعها على النار ايه بقولكو تعالوا يلا معايا نروحها لبطه جانس اول ما هاتغلي وتبتدي تغلي كده هوطي شمعة هوطي النار شمعة خالص عليها خلاص هي بدأت تغلي هابدأ اشيل الريم اي ريم يطلع هابدأ اشيله كده على جنبه على فكرة لو ما شلتهوش ما بيقصرش بس يعني انا شلت الريم كده بس ما شلتهوش كله الصراحة يعني تمام لحد ما ربطت معايا وتقلت وحبيت القوم بتاعها كده وحستها ان هي مش خفيفة بصوا الجمال وبصوا اللون من غير اللون ومن غير بنجر ومن غير اي حاجة ليه لان ده قوان الفراولة ده القوان المزبوط بتاع الفراولة انا بهرسها كده وبشوفها وبعد كده بشيل الشاشة بتاعتي بتاعت القرونفل عصرتها وهشيلها على جنبه خلاص بقى قطر الف خيرك يا حاجة مقعدناش عايزين اي حاجة هابدأ انزلها بقى في بولة كده معاي عشان تبرد خالص خالص كل ما هتبرد كل ما هتتقل وتجمد كل ما هتبرد كل ما هتتقل وتجمد خلاص انا ما كانش عندي برطمانات صغيرة كان عندي برطمان ازاس كده قلت يقضي الغرض مش مشكلة انا لو انت عاملة كمية كبيرة وهتحطيها في التلاجة مدة هتقومي حتى ربع معلقة ملح لمون او ايه او عصير لمونة كاملة دي لمادة الحفظ بتاعتها لكن انا عشان عاملة اتنين كيلو الكمية ما كانتش كبيرة قوي فهتتاكل على طول فما حبيتش احطي لها اي مواد حفظة بصوا بقى الجمال تقيلة خالص وجميلة وقطع احلى من اللي بنجيبها من بره والله العظيم مئة الف مره طعمها كان جميل جدا مش مسكرة خالص سكرها مزبوط خالص حاجة تنفعنا على الصحور ونبدأ مع بعض بقى السلسلة بتاعت الحاجات الاقتصادية اللي هنعملها في اليومين اللي زي الفل معانا دول الحمد لله على كل حال وربنا يعيننا على حالنا يا رب حاجات موفرة وحاجات سهلة وحاجات بسيطة وتقدري تعمليها بقال التكاليف ايه شوية غس وغنانين شوية سكر سوغنانين وعندك السكر الفراولة بتجيبها بتعمليها عصير اتنين كيلو مش حاجة يعني لما يعملوا لك برطمان وتركينيه في التلاجة مش حاجة والله انا بدأتها معاكو باتنين كيلو وبدأنا نخلصها وهجيب وهعمل تاني عشان رمضان بس دي كانت خطوة لازم اعملها معاكو من الحاجات الاقتصادية اللي انا حاب بقى وراها لكم وتنفعنا لايك وشير وسبسكرايب ليوميات سعد ورانيا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودعوة من القلب شكرا